التعبير دائماً اللي بنسمعه إنه هذا الشيء مناقض للعقل أو المنطق فالسؤال هل هو فعلاً مناقض أم هو فوق العقل أوكي الموضوع المنطق الآن كمان مرة أخرى زي أي موضوع اللي بنحكي لحدها كل فكرة حكيناها ممكن واسعها ويدهجها لسلاحها هذا الموضوع نفس الشيء المنطق الآن عقيدة الثالث عكس ما يظن تنسجم كلياً مع المنطق وليس ضد المنطق هي فوق المنطق بلغة أغسطينوس من قرن الرابع الإيمان الساعي للفهم أنا أؤمن لكن أسعى للفهم وإذا درسنا المنطق بتلاقي أنه عقيدة الثالث منساجمة جداً مع المنطق ونمكن نمشي فيها درجة درجة وهي موجودة في هذا الكتاب ذكرت وكتب أخرى ستطلع ممكن مشاهدين يعرفوا عنها بس أحدها ذكرنا أحد الأمور المنطقية موضوع الصفة الصفة تتطلب المحبة تتطلب محب ومحبوب العلم يتطلب عالم ومعلوم وهكذا هذه منطقياً حتى تنسجم مع المنطقية الثالث هذه بدايةً بعد أن ننتقل لأخرى هل لازم يكون ثلاثة أم تنين على الأقل ثلاثة أو على الأكثر ثلاثة هذا موضوع آخر اللي بحب إذا نيجع كلية اللهوت أهلا وسائع فيكم بس للعلم وإذا سمح الرب أعطانا وقت ندخل فيها حب حب خطوة خطوة حتى نرى أن الثالث منسجم كلياً مع المنطق مش قصدي أنه نحن الإنسان اكتشف الثالث بالمنطق لا الثالث أتى بإعلان بإعلان من الله والإعلان فوق المنطق إنما لما أتى الإعلان إلي وجدت أن الإعلان الذي أعطي لي تماماً مسجم مع المنطق ولقيت أنه بالعكس الوحدانية المطلقة إذا بتفكر إذا بيفكر المشاهدين أنه لدينا مشكلة في عقيدة الثالث جرب الوحدانية المطلقة هناك المشكلة هناك الصعوبة أو متاكل مرعبة في الوحدانية المطلقة هذا الشيء الجميل في الموضوع فإذا منطقيا من الأسهل الشخص يؤمن بالوحدانية الجامعة الجامعة المانية هذا اسم آخر للثالث وحدانية الجامعة المانية اشتركوا في القناة